اشتركوا في القناة خير فينا إن صمتنا ولا نجاة لنا من عقاب ربنا العاجل والآجل إن خذلنا مسجدنا الجريح وتركناه ينزف على يد من تجرأ عليه من بني يهود ومن ساندهم القدس جوهرة الصراع قال تعالى إن صمت أمتنا بحكامها وعلمائها وشعوبها جرأ عدونا على المساس بكل مقدساتنا حتى الأذان الذي يرفع من فوق مآذن القدس ومن فوق مآذن المساجد في أرضنا المحتلة عام 48 يريدون وقفه ويريدون أن يكتموا صوت المآذن هذا هو عدونا الذي يؤيده الأمين العام الجديد للأمم المتحدة وإنهم إلا يخرصون يضالعنا في هذه الأيام الذي جاء به الاستعمار الجديد إن تصريح الأمين العام الجديد ليدل دلالة قاطعة أن الاتكالة على هذه المؤسسة صاحبة المزاعم العديدة برعايتها لحقوق الإنسان وحرية الأديان سيفقدنا ما تبقى لنا من كرامة وانتماء لهذا الدين العظيم وهذا لا يجوز شرعا فالنصارى هم شركاؤنا في الوطن لهم حقوقهم فلا نمسها يزعم البعض يقدسون الباطلة ويستهينون بالمقدسات